هل لك يا بنت داك نعمة قوي حاضر حاضر ما نباد هنا هو يا ستة سوزي قلق سمين ساعة حاضر ايه الدوشة دي دوشة ايه؟ هم العيال فينا انشي؟ العيال عند مامتك فوق من بدري في ايه يا علي؟ ايه الدوشة دي؟ معقولة ستة سوزي جاية علشان ترتاح عندنا انا اسفل انسة سوزي مش عايزين نقلقها اه احنا حاسفين يا انسة اما هاتلي دوشة ضغط بدل من انت عامل زي خيال الماتة كده خيال الماتة؟ طب انا عايز اعرف يعني هو ضغط حضرتك من النوع العالي ولا من النوع الواطي؟ اصلنا جالي العالي وانا يا عم الواطي اه الواطي فعلا معليش يا عم كيف هي الرجلية بقى وعمل المساج في ظهري؟ مساج؟ مش عايزيني يقف عاصلك كمان شوية في السمانة؟ بقى عاصيها بعد المساج لا ازاي بقى؟ معقولة بعد المساج لازم تاخدي شاور سخن علشان تبقي ريلاكس ما انت شطرة هو؟ اوه شطرة قوي قوي طيب ايه رأيك بص يا حبيبتي؟ دول خمسمائة جنيه ايه رأيك تغتيهم؟ وتروحي على اقرب مركز عليك وانا حبقى جزورك وانا من ساعت ما جتنا انا مش مش رياحة مش مستريحة؟ لا من ساعت ما جيتي هنا؟ اه 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 انا اصفا حقق علي والله حقق علي اه! يعني اعتدال دي هتعدل الحال اعتدال هتعدل الحال طبعاً يا نبو العيال انك في الكافيا دي جوكو اه! بس خلي بالك بقى يا سامح من الانجي ممكن تعملوا معاك لو اعتدال ما عضيتش الحال لا لا انجي انجي انت هتعمل الانجي قاعد انا؟ ازقعك على كفاك وابقى خلي الكافية تنفعك يا سامح اينا! يا أم؟ اسألني يا أنا بقولك إيه؟ اعتدال دي قلت لي تقراب لك إيه؟ هقولك يا سبب تبقى بنتي عمّة خال أمّة اللي جابني وجارة أخو بنت عمّة خال أمّة اللي جابها إيه رأيك؟ هاي السود؟ دي سالة قرابة ولا أنتوا بتشتموا بعض؟ لا يا كوكي هو قصده يقولك إنها بنت عمّة خال أبو اللي جابه إيه إيه إنتي بتشتمين ولا بتشروحي لها القرابة؟ لا يا سامح بتشتمك إيه؟ ده هي قصدها تفهمني إن هي فهمت إن أنت قلت لها إن هي بنت عمّة خال أبو اللي جابك فيه يا كاميليا؟ إنتي بتشتميه ولا بتشروحيله اللي أنا فهمته وله؟ لا يا إنجي يا أصداد قلت إن أنت فهمت إن أنا قلتلك إنها بنت عمّة خال أمّة اللي جابني أيوة ما هو ده اللي أنا فهمته فعلا إنها بنت عمّة أبو أمّة اللي جابك ايه ده ايه ده؟ ايه يا انجل ده؟ ايه بتشت مين ولا ايه تاني؟ ايه 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 بقى باشتمك يا سامح باشتمك وباشتم اللي جابك وبنت عم تخال ابو ام اللي جابك وام ابو اللي جابك ها عزبك ولا عايز حاجة تانية لا يا انجل انا كنت بتأكد بس ان انت مغلطيش في مهامه اعتدال اعتدال محمد عب حميد خلف خلف الله عبد الشكور متولي العيدل اعتدال والعيدل؟ والله دفا الخير حضرتك معاك اي مؤهلات؟ يا فندم انا دكتوراه في التنمية البشرية وبعمل ماجستير في دراسات الجدوى وعدد المشروعات الصغيرة دكتوراه؟ والمشروعات الصغيرة؟ ده فال تاني احلى من اللي قبله ما شاء الله بس انت يعني صغيرة سنك صغيرة على دكتوراه خلصتها امتى؟ لا ده كان حضرتك من سنتين انا دلوقتي بعمل دكتوراه في القانون دكتوراه برضو؟ غير الاولانية؟ ايه يا فندم بتاعة المشروعات ده؟ بسم الله يا ما شاء الله بسم الله يا ما شاء الله اللهم لاحزت يعني انا بشتغل صحفية كبيرة وبكتب مقالات بس الحقيقة معايا يا دوبك بكالوريوس اعلام حضرتك عارفة ان الناس اللي زي اصحاب الماجستريهات والدكتوراهات للأسف مش لقين شغل برافو عليك انك عارفة معلومة زي دي طيب ليه تعب نفسك في الدكتوراهات الكتيرة دي؟ يا فندم انا قلت ضل دكتوراه ولا ضل حيطة وقديني ابقى جاهزة عشان وقت ما يجي الشغل اكون جاهزة بيقابليني قصدي لا ان شاء الله طبعك ان شاء الله يبقى في شغل كل الدكتوراهات دي انا كمان بعمل ماجستير هو اي نعم بقى لي عشر سنين بعمله بس ان شاء الله ان شاء الله هيخلص خلينا في المهم انتي عندك دراية بتربية الاطفال؟ دراية؟ يا فندم انا ماجستير في التربية شوف يا استاذة انجي انا مش عايزة حضرتك تقلقي خالص الجدول الزمني المحدد اللي حضرتك عمليه للبيبي انا همشي عليه بالمزبوط الا لو كان محتاجت عديل حديك بتكلميني انا؟ ايوة جدول زمني ما لا حضرتك فاهمة غلط هو انا حديد جاي عشان عمر ده بيبي يعني لسه مراحش مدرسة ولا جدول ولا حصص ولا اي حاجة خالص اه افهم من كده يا استاذة انجي ان عمر البيبي ماشي على حل شعره؟ يان هرابياد ده ماشي على حل شعره حل وسطه بصي احنا بيتمو نحل الحقيقة يعني عايز ياكل بنأكله اه بيعيات نغير له عايز ينام ينام عايز يقوم يقوم عايز يلعب يلعب عايز يعمل بيبي يعمل بيبصي براحته خالص احنا بيت متسيب واضح يا استاذة انجي ان ده اول تجربة مع الاطفال بالنسبالك مش كده؟ لا خالص انا عندي بلوتين قصدي تجربتين قبل كده ما يوصلي ربنا يحفظهم يا رب اه ويطارة بقى عايشين مع حضرتك ولا عايشين في الأحداث؟ لا هم كانوا حيروحوا الأحداث بس ربنا سطر بقى لحقناهم على آخر اللحظة طيب شوف يا استاذة انجي احنا عايزين نتفق على حاجة انا هعمل جدول زمني محدد للبيبي هيكون في عدد ساعات نومه فعدد ساعات نوم البيبي ده ده هيبقى بالنسبالي وقت فراغ هحاول ان انا اعتني ببقى افراد الاسرة هشوف البيت محتاج ايه وهاخد بالي من الاطفال البقيين وهشوف اذا كنتم ممكن اساعد حضرتك في عدد بعض الطعام الخفيف لا لا حضرتك سبيلي انا اعداد الطعام الخفيف ده وهيكخليكي في اعداد الطعام التسئيل طيب شوف يا استاذة انجي انا برضو لو تسمحيلي يعني اساعد حضرتك في الماجستير اللي بقى له عشر سنين متأخر ده الماجستير بتاعي حضرتك هتساعدين يا تعالي خشي بحض نختك مجد ايه مش عارفة اقولك ايه يا استاذة اعتدال العيدل يا ربنا يعدلك حالك يا رب بصي انتي لزيك انقرده بجد ربنا يعدلك الحال يا رب باركلك مرسي يا استاذة انجي بس واضح ان الطفل بتحضرتك هادي جدا ما شاء الله عمر هادي هادي اا لا هو بس دي تطلع الاولانيه بيخم خلي بالك هتشوفي ايام سودا يفندم انا دكتوراه مو الماجستير ما انفعش احتمال الدكتوراه تنفع موسيقى